أعربت وزارة الخارجية اليوم عن ترحيبها بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعين عبد الله باثيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفا ليان كوبيتش وشادت الوزارة في بيان لها بخبرة باثيلي واطلاعه على الملف الليبي مغربة عن أملها في أن تسهم هذه الخبرة الواسعة في مساعدة الأشقاء في ليبيا في العمل نحو الانتقال إلى دولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع عليها الشعب الليبي الشقيق داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه والاستفادة من هذا التطور الإيجابي